أهلا بكم تبدو إسرائيل متأكدة من أن ضربة إيرانية قادمة إليها لمحة لهذا في رأي المراقبين تفسير كاف لمكالمة هاتفية جمعت بين الحليفين الأثيرين واشنطن وتل أبيب مكالمة لنصف ساعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشاركة نائبة الرئيس الأمريكي كامال هارس يمكن وضعها تحت عنوان مزيد من الدعم والحماية لإسرائيل فمنذ أيام ترتفع حدث التوتر بين إيران وإسرائيل على درجات غير مسبوقة بعد أن امتدت الأيدي الإسرائيلية إلى قلب العاصمة الإيرانية تهران حيث اغتالت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية داخل مقر إقامته بعد أقل من 24 ساعة على تنفيذ عملية اغتيال مماثلة ولكن في بيروت للقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر اغتيال فؤاد شكر وهني أثار حفيظة الإيرانيين تجاه إسرائيل وترح عدة تساؤلات حول مدى إحكام منظومة الأمن الإيراني فلم يكن أمام النظام الإيراني بد من توعد إسرائيل بدربة قال أنها ستطالت الأبيب عاصمة إسرائيل وحيفا التي تضم أهم الموانئ البحرية الإسرائيلية إلى جانب تهديدات مماثلة من حزب الله وحماس كذلك الحوثيين الذين طالتهم ضربات إسرائيلية في مدينة الحديدة باليمن السواريخ والمسيرات ربما هي أكثر ما تخشاه تل أبيب في ضربة إيران الانتقامية المحتملة وشهدت المكالمة بين رأسي أمريكا وإسرائيل مناقشت هذين السلحين تحديدا ما أدى إلى إعلان تفكير واشنطن في نشر مضادات سواريخ ومسيرات في المنطقة ضمن منظومة تسليحة أمريكية تستخدمها إسرائيل منذ تصاعد التوتر في المنطقة بعد السابع من أكتوبر أيضا هذه الأسلحة حال نشرها ستنضم إلى ترسانة أمريكية موجودة بالفعل في الشرق الأوسط تضم إثنة عشرة سفينة حربية بينها حاملت التائرات يو أس أس تيودر روسفلد إلى جانب مجموعة وازب البرمائية الجهزة والتي تتكون من ثلاث سفن تضم أكثر من أربعة آلاف جندي من قوات البحرية ومشاتها وهذا الاشتباك المباشر بين إيران وإسرائيل ليس الأول من نوعه منذ ما بعد السابع من أكتوبر فقد سبق أن استهدفت إسرائيل قنصولية إيران في العاصمة السورية دمشق في مطلع شهر إبريل الماضي ما أدى إلى مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري الإيراني وقد ردت إيران بعدها بنحو عشرين يوما بإطلاق مئات السواريخ والمسايرات على إسرائيل دون أن يصفر ذلك عن خسائر تذكر لإسرائيل والتي ردت هي الأخرى بإطلاق سواريخ بعيدة المدى على مطار أصفهان وقاعدة هشتمشكاري الجوية العسكرية في إيران دون تسبب أيضا في خسائر فادحة إذن المراقبون لا يستطيعون الجذب بقوة أو ضعف الرد الإيراني المنتظر لكنهم يجزمنا بأن مقدار الخسائر التي قد تتكبدها إسرائيل سيكون مؤشرا على المدى الزمني لاستمرار الصراعات التي تخضها إسرائيل في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر